هلأ ان شاء الله اطبع انا بتدريد وعد فهنبدأ فيه فيه ومعمل ايه 11 انا مش عايز ادلين انا عايز اعمل ايه ادلين ادلين ايه ادلين برضه هياخد ال ايه طبعا ادلين 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 لا ادلين خلاص انا بمحتاج ان انا ايه? اغير الكود ده بقى بان هو يعدل بالفعل على الموازف كده الموازف موجود. عايز بقى ابدأ اشتغل عليه. ان انا اقوم ده رحزقه. طبعا لدي هنا البحث مبشم مع بريد. وهنا لعدت الفانكشن اسمها ايه؟ اسمةcıgestش. ابعت لها ав regulators imp Inc checklist اللي هنوصلنا بس عبار مساحرة ولكن ساعدي منه. ع APIs واحبك عدد الرقم كلة zit. وابعطه للفانشن طب الفانشن لو مش متشاك عليه موجود او مش موجود مش موجود بتقولك انه مش موجود شبك تعدل طب else يبقى كده احنا دخلنا فيه ان احنا تمام ويعايزين نعدل البهام تاعت الشخص الجميل عشان عدل البهام تاعت الشخص الجميل ده اجيبها الا اول اللي هو الاجيب والنم والفون والنم الكلام اللي احنا حرطين ده اجيبه الاول عشان قدر اشترك احنا كنا عملنا مثلي فانشن دينا وبالتالي انا عايز اختصرها بعد كده بالتلاء انا عايز ايه اتخصرها بسيه انه بهادي آآ مفردة كOP بطول ماشي انا ممكن اختصر واخدها كابي لان انا فعليا هي هي اللي موجودة عندها هي هي ان انا بجيب البيانات اللي عندي تبقى موجودة وكي انا محتاج اعرف لنفس الـ variables فمشي مشكلة بطول ماشي اللي ما في class ان شاء الله يبقى نحاول نختصر شونا بطول خلاص اوكي الـ auto number الـ id هتوم الـ id الـ name هتوم الـ name هتوم الـ job هتوم الـ phone هتوم الـ salary هتوم الـ email هتوم الـ email جبت بيانات مين طب الـ name ببنين ما هو الـ name بصل في الـ already existent بترجع لي الـ false خلاص true اوكي رجعتي بيانات وبالتالي انا بسيبش هوا بجيب الـ i-d بتاعه بجيب اللي ايه اللي موجودة عندي بقى عندي البيانات الاصلة وممكن يقدر ايه ممكن يقدر يعدلها واحنا هندينه امكان ايه نقدر يعدل كل البيانات معادة الـ auto number الرقم اللي انا عمل نفسه اللي هو الـ auto number فغير الـ id وغير الـ name وقال هنالله مش عايزه غير الـ id مش ايه يعني اشوف الـ logic بتاعك عايز غير ايه انا بنفسك الـ auto number وهو ده بالنسبة لي العدام بتاعي وخلاص والبقى كله بالنسبة لي اعدل اللي انت عايزها بأول حاجة عايز اعدل الاسم مش اعمل ايه اقوله name بتساوي طبعا هيتاخد بـ input احنا ليه هنا هيتاخد بـ input اقول له input input ماشي هكتب له ايه مسلا هقول له اه please enter name وممكن احط الاسم القديم هنا صحيح زي ما كنا متعودين بنا اجيب له الـ name بقى القديم عشان لو هو عايزي عايزي كيب العلم الـ name القديم يفضل زي ما هو مش مش كده تمام اه or name or name معنى ايه لو دي فيها قيمة خلاص هزي حط تجوى الـ name طب لو فاضيا هياخد الـ name اللي هو ايه الـ variable والبتاع الاصلي هياخد الـ name اللي هو الـ variable والبتاع الاصلي عملنا المرة الفتت مثلا المرة الفتت بشكل مختلف لما كنا شغالين على الـ csp file دي كانت فكرة ان اما الـ input لو الـ input بتاخد فاضي هياخد الـ name d or طب لو الـ input ده فيه بيانات خلاص مش هياخد الـ name وبالطريقة دي هعمل البيان كله ركب المفروض كنت احط الـ id كمان انا هفتحه النوع غير الـ id ركب المفروض كنت احطوا مع الـ v وطبعا الـ id ركب المفروض كنت احطوا معهم كنت احطوا وطبعا الـ v المترجمان في القناة ومن المي خوش وفرقة تترقوه بسرعة ومي اي ميل سيدارارا تلفون 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 جوب ثم نعم نعم خلاصة الخطوة قولنا جبت البيانات الأصل من اليتابيز خلاصة خلاصة الخطوة الأصل ونعملت خط البيانات من الرياوزر أو السبع زي الأصل يحضط بيانات جديد اصبحت معي البيانات الجديدة. دي البيانات الجديدة. فاضل لي حاجة واحد خطوة واحدة ايه هي? ان انا احط البيانات الجديدة عشان احفظني. صح? انا خاز بقى معي. عايز اقول له ايه? ان الام اللي هو الموظف ده عاملنا في فايند. ابيعي له ايه? هدول على ال اي دي. نص اللي جواه اللي هو ما بيني بتاجه وقفلتهم علشي خلولي نلاقي ال اي دي الجديد ده. حسب بقى. اي دي الجديد بقى الشيء الحاجة جديدة يتحط. الشيء الحاجة قديمة يتحط برضو. مش تهدمه. يبقى كده ايه? بدأت تعدل على المرافز التفسبات ده. بس قيمته هتبقى الجديدة اللي هي اللي هو ده. سواء كان من مدخل جديد للنسبة اليوزر او اللي ايه القيمة الاصل. وهكزا مع الباقي. اللي هو الواجه. ووعديها الفون. ووعديها الساري. ووعديها يميني. تماما. كده بقى البيانات الاصل. وضي اللي هي حتاقات بجدها. هي ان انا احفظها على الملف. زي ما قلقوا بنعمل برضو في الديليت. لازم احفظ الاخرى على الملف. هو كده اتعدل اهو. اتعدل اهو لو انت شغالة البرنامج. هتفتكر ان هو اعدل وقت لايك بهاد متغيئة. بس فاضل انك تسايف الكلام دوت على ايه? على وقلنا ان دي بنسايفها من خلال فايل آآ فايل آآ اش عبتل اسمه فايل ايه? فايل تري. كمان? دوت وهقول له ايه? دوت. عشبني رابلس كله. وادله المصار بتاعنا اللي هو الفايل باث. اللي هيشتغل عليه. اللي هو المصار بتاع الفايل بتاعنا الاساس انه هنشتغل. وخلص. كده احفظ عدو غريزة. عايز اطلع ميش مشكلة ان اقول له بريند. اعمل له كده اي حاجة عندي واقول له بريند. اقول له ام بليين. الكوب بتاعها آآ. الكوب بتاعه آآ. كوب بتاعه اللي هو بالنسبة لنا احنا اطلع امبر. خلاص اطلع امبر بتاعنا. آآ هقول له بريند بها از. كونو بكتب كونو كابتن. فاقول له از ابداتي. الموزف رقم كزا. از ابداتي ساكسسولي. اعدل روب نجاح. وكمان. وخلص. يبقى حلو. القصة كلها على التعديل. بيتن معنا ثلاث اسحاجات اساسية. اربعة. الاول اجيب البيانات الاصل. اللي هي الاول. بعد كده باخد من اليوزر البيانات الجديدة او الاول. وبعد كده بقم اعدلهم. ده التالتة. اعدل بقى اخد البيانات ده احط اسمحها في التاج. وبعد كده سايب الكلام ده هو الفايل بتاعي. وخلص. قدنا اربعة خطوات. واحد. اتنين. تلاتة. ده ده واحد وعد خطوة ان هو من غير واحد بالعمالين احصائح. واحنا كده كانت هنا هون على ايدت هقول له دخل اللي انت عاستعدله واضح. طبعا عند رايش احضر عند نغر واحد. ده واحد اتنين اتنين. اتيجي بنا. نجرب. فايل اغلت له واحد واحد اتنين تلاتة. اقول له طبعا مش موت. قل له تمام. اقول له واحد اتنين اتنين. انا دخل احقيت له خللي واحد اتنين اتنين زوار. محمد مرهيم قلت له خلاص محمد مرهيم محمد مرهيم قلت له محمد مرهيم محمد مرهيم رقم ديفون قلت له اهوه يعني رأينا بس الرابع ودينا له مرتب قعد ليحقنا عليه تلاتة اربعة تلاف جنيه والايميل قلت له زي ما هو يبقى احنا بس ايه قال لي طبعا ايه رقم اثنين بس لاحظوا انا بس الان انا ودينا نمر التبزير ده بس وده غيرنا روح لي وشوفوا الملف بتاعنا ليه بقى فعلا بقى وبدأ يسمع في الايه يسمع فعلا في السالة ليه بتاعنا ده كان كده ايه فكرة عملين بتاعديل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة